بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم سنة عظيمة جدا وياسيرة جدا مهجورة والإعلم وأكثر والناس سألت أربع ركات بعد أذان العصر وقبل الإقامة قبل أن تصلي العصر سواء كنت رجل أمرأة تصلي أربع ركات لذلك الاسب الشديد النساء لم يصلي سنة قبل العصر والرجال يخش بعد الجامع يصلي ركتين ويذهب قاعد وما يعرف أنه لو صلى أربعة السواب سيتضعف أضعف كثيرة ويحسن سواب عظيمة المقابة الأولى الرحمة الرسول السلام يكون في الحديث رحم الله أمرأة صلى قبل العصر أربعا ونحن في عشاد الإحتاج اللي رحمة الله سبحانه وتستطيع أن تصلي أربع ركات دول متصلات يعني لا تصليمش اتنين اتنين لو أنت عايز للتيسير والرسول السلام فعل ذلك كثير تصلي لكعتين تقرى الفتحة والصلاة الغيرة بعدين لا تسلمش تقرى نص التشاهد وترح قايم وأري الفتحة بس ركعتين كأنك تصلي ضهر أو عصر المقابة الثانية المغفرة من صلى قبل العصر أربعا وغفرة لها وغفرة لها ورصصها إنما استسلي كبائر أو صغار إلا الكبائر المتعلقة بحقوق الأدميين المقابة الثالثة العتق من النار العتق من النار وغفرة لها من صلى من صلى أربعا قبل العصر لم تمسوه النار لم تمسوه النار لأن هذا الوقت وقت تلهي كثير من الناس في حالة تلهي عن العبادة لذلك وهي صنة قبلية غير مؤكدة يفعلها بعض الأحيان ويتركها بعض الأحيان خشية أن تفرغ الأمة أو رحمة بالأمة عندنا فيه صنة راتبة الأربعات هذه صنة غير راتبة بمعنى أن الرسول النار كانت يعملها على طول لكن كان يفعلها كثيرا في بعض الأحيان المقابة الثالثة الرابعة يجب أن لديك قصر عظيم في الجنة من صلى أربعا قبل العصر بان الله له بيتا في الجنة يعني عشرات الملايين من الأميال زيادة في مراسك في الجنة وعليكم الدليل من السنة الرسول السلام في التفسير قول الله سبحانه وتلحورهم مقصوراتهم في الخيام قول الخيمة في الجنة والخيمة هي الغرفة ستون ميلاً في ستين ميلاً وارتفعوها كما بين السماء والأرض يعني الخيمة مساعدتها في الجنة تلتتلاف وستمائة ميل مربع ورحصتهم قال في الحديث قصر النبي والشهيد به خمسة آلاف غرفة يعني خمس تلاف غرفة طب يضرب خمس تلاف غرفة في تلتتلاف وستمائة ميل مربع يعمله واحد وعشرين مليون ميل مربع والميل واحد وستة من عشر كيلومتر يعني يعمله ثلاثين مليون كيلومتر يعني يقادي ما يساوي مساحة جمهورية مصر العربية ثلاثين مرة كل ده في دهئة أو دقيقتين زيادة انت بدأ ما تسلق اثنين بس ونجاب ركعتين كمان فيه أكثر من كده ايه والقصر طبعا ماش فارغ لانت زودت من رأسك من الحر العين وزودت من رأسك من الولدان المخلدين والعصاصم يقول في الحديث سيدنا عمر الخطاب كان يخطو عن المنبر وقال يا ايها الناس او تدرون ما جنته عدم قصر به عشرة الاف باب على كل باب خمسة وعشرين ألف امرأة لا يمكن القصر يبقى فاضي لا يمكن مستحيل كل غرفة بقى فيها واحدة واثنين وثلاثة يعني الاف من النساء يبقى لو بتبدي قصر بتبدي بقى فيه متعلقات وملحقات بهذا القصر ده غير الولدان المخلدين العصاصم قال في الحديث القصر في الجنة فيه من عشرة الاف الى سبعين الاف من الملدان المخلدين مع كل واحد منه في صحفة من ذهب فيها سنف من طعام لا سمع الاخر يتصابقون على خباتك في الجنة يبقى زودت من رأسك من الملدان المخلدين عايزي اكتر من كده المقابلة بعد كده تكون قد احييت سنة مات لا 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 اكثر الناس اصبحت متميزا تصبق الناس من القيام لان من احيى سنة قد ماتت احيى الله قلبه يوم تبوت القلوب هذه سنة اكثر الناس لا تعرفها لازم يكون متميزا عند ربنا سبحانه وتعالى فبقى ما تخدش تصلي الجامع ما تصليش ركعتين وتقعد ابدا يعني انسان عقل لا تصلي ركعتين مش عايز تصلي تصلي ركعتين وتسلم وعلي صلي ركعتين تانين او عشان ما تستسخلش ما تكسلش لا ما تسلمش بدأ بتقول انت شاهد كله قول نصه بس رح اقايم ومصلي ركعتين بقرا فيهم فتحة بس كانك بتصلي كانك بتصلي ضهر او عصر عايز تقرى كمان صورة صغيرة مع الفتحة ما فيش مالع احيان فعل ذلك ليس بعيدة عن السنة يعني يا حبيت يعني لو اريد صورة الاخلاصة السورة اللي خاصت مراك كانت قررت القرآن كله في السواب لو اريد صورة الكافرون كانت قررت ربع القرآن صورة الزلزل بربع القرآن اذا جاء الناس الله يرفعت حب ربع القرآن مثلا يعني تقدر صليحاً تقرأ الصور لصابة عظيم جدا مش عايز مكسل صلي فتحة وصورة وقتين ثانية لفتحة لصابة عظيم جدا بين الازان والاقامة بين الازان والاقامة لان مع كل ناس كانت متفاهم غلط يعني العصر بعد العصر بيفتكرن بعض الظهر يعني الي قبل أن مقدم عادة عزر لا لم تكن قبل فتحة لو كانت بها كيف تقول قبل الظهر كلمة قابل العصر فقال чب تقول قبل العصر يعني بعد الزهر يعني قبل الاثر يعني بعد اذان العصر قبل الاقامة و فأخرج بلكم الكلام به البد julio و ففسSha non成ود بماедин الجديد حاولوا تنشر هذا المذي訂 و من علم علمات hundred أجرى ما أعمل بها من قيمة لا أقل ذلك من جوني شانت وشترك علي الجرس واشتراك في القناة لأسرانكم الجديد وساعدوني عشر سنة روية كل قولي هذا استغفر الله ريو